اشتركوا في القناة مبتدأ بيبقى اسم والخبر كمان بيبقى اسم وان الاتنين بيعربوا مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع نبص مع بعض كده ومن خلال الامثال اللي قدامنا هنلاقي المثال الاول بيقول عندنا العامل نشيطه العامل نشيط لو انا سألت حد نوع الجملة اللي قدامي دي ايه هيرد علي ويقول لي اه جملة اسمية هقول له عرفت منين هيقول لي عشان بتبدأ باسمي يا ميس هقول له طب الجملة الاسمية دي لها ركنين اساسيين هيقول لي اه مبتدأ وخبر هقول له طلعي المبتدأ هيقول لي العامل هقول له عرفت منين هيقول لي عشان المبتدأ ده اسم مرفوع بيأتي في بداية الجملة الاسمية اسم اللي تبدأ بالجملة الاسمية يبقى اسمه ايه؟ مبتدأ طيب اعرف الخبر ازاي ميس اسأل عن الخبر بماله وبيكون برضو الخبر زي ما احنا اتفقنا في البداية اسم أولي العامل ماله نشيط المعلمات مالهم خلصات العلماء مالهم أسكياء الطفلتان مالهم معبوبتان المهندسون مالهم مبدعون يبقى كده الخبر بسأل عنه بماله يبقى أنا كده طلعت الركنين الأساسيين لا يستطيع المبتدأ أن يستغني على الخبر ولا الخبر أن يستغني عن المبتدأ يبقى المبتدأ والخبر لتنين أسماء لتنين مرفوعين بنقريب مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع والخبر بسأل عنه بماله